السيسي يؤكد أن إعلان القاهرة مبادرة ليبيا-ليبيا تعمل على إنهاء الأزمة والوصول إلى تسوية سلمية ترحيب عربي ودولي بإعلان القاهرة بشأن ليبيا وتأكيد على أن المسار السياسي هو القيار الوحيد لحل الأزمة مظاهرات في لبنان احتجاجا على ترد الأوضاع الاقتصادية رغم إجراءات مواجهة كورونا الثمنة مساء السادسة بتوقيت جرينتش موجز إخباري جديد يأتيكم من القاهرة أهلا بكم وفي البداية نرجو من جميع المصريين أخذ الإجراءات الاحترازية ضد الفيروس كورونا احمي أهلك احمي بلدك أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي أن أعلان القاهرة مبادرة ليبيا ليبيا تعمل على إنهاء الأزمة والوصول إلى تسوية سلمية تتضمن وحدة وسلامة المؤسسات الوطنية وعودة ليبيا بقوة إلى المجتمع الدولي وعبر السيسي عن اعتزازه بأن هذه المبادرة برعاية الدولة المصرية التي هدفت كل تحركاتها طوال الأعوام الماضية إلى إنهاء معاناة الشعب الليبي واستعادة استقراره في كل مجالات الحياة كان الرئيس عبد الفتاح السيسي قد أشاد بما أبداه رئيس مجلس النواب الليبي عقيل صالح والقائد العام للجيش الوطني الليبي خليفة حفتر من رغبة صادقة لإعلاء المصلحة الليبية الوطنية وتفعيل إرادة الشعب الليبي والحفاظ على سيادة ووحدة واستقلال ليبيا وأكد الرئيس أن تحركات مصر تهدف إلى التنسيق مع الأشقاء الليبيين لإرساء دعائم الأمن والاستقرار في كافة أنحاء ليبيا من خلال السعي نحو تسوية سلمية للأزمة تتضمن وحدة المؤسسات الوطنية والتوزيع العادل لعائد الثروات الليبية ومنع التدخلات الخارجية هذا وقد رحبت البحرين والأردن والصفارة الروسية بالقاهرة والصفارة الأمريكية في ليبيا بإعلان القاهرة بشأن ليبيا ومن جانبها ثمنت وزارة الخارجية الإماراتية المساعي المقلصة التي تقودها الدبلوماسية المصرية في هذا الصدد بحس عربي مسؤول وجهود متابرة ومقدرة كما رحبت المملكة العربية السعودية بالجهود المصرية الهدفة إلى حل الأزمة الليبية وأكدت تأييدها لدعوة الرئيس عبد الفتاح السيسي بوقف إطلاق النار في ليبيا اعتبارا من يوم الاثنين المقبل وأكدت المملكة ترحيبها بكافة الجهود الدولية التي تدعو إلى وقف القتال في ليبيا والعودة للمسار السياسي على قاعدة المبادرات والقرارات الدولية ذات الصلة وبما في ذلك ما تم التوافق عليه في مؤتمر برلين وجينيف تجددت المظاهرات الاحتجاجية على تردي الأوضاع الاقتصادية والمعيشية وسط العاصمة اللبنانية بيروت حيث وقت المنشات مع قوات الأمنة ورفع المتظاهرون الذين وفدوا من مختلف المناطق شعارات تطالب بتحسين الوضع المعيشي وسط انتشار كثيف للجيش والقوى الأمنية صوت مجلس النواب العراقي على تخويل رئيس مجلس الوزراء مصطفى القادمي استحداث وزارة دولة يكون وزيرها للمكون التركمانية وكان المجلس قد وافق في وقت سابق على بقية التشكيل الوزرية في حكومة مصطفى القادمي ووافق المجلس على وزراء الخارجية والنفط والثقافة والتجارة والهجرة والمهاجرين والزراعة والعدل أظهرت بيانات حكومية ارتفاع حصيلة حالات الوفاء بكورونا في بريطانيا بواقع مائتين وأربع حالات إلى أربعين ألفا وأربعمائة وخمس وستين حالة وطبقا للإحصاءات تجاوزت حصيلة الوفيات خمسين ألف حالة هذا الأسبوع بالإضافة لحالات الوفاء المشتبه بأن سببها يكون فيروس كورونا انتهى الموجز الإخباري ولمزيد من الأخبار تبعوا دوما موقعنا الإخباري اكسترانيوز دوت تي في شكرا